موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم إلى المواد الاقتصادية من تلفزيون رشاد نستعرض في هذا الأسبوع جملة جديدة من المواضع الاقتصادية هذه عنوانها وفي هذا العدد من الموعد الاقتصادي تتابعون سحب 26% من صندوق ضبط الإرادات لتغطية عجز ميزانية سنة 2014 بارتفاع بنسبة 39% عن سنة 2013 الحكومة تستنجد بقانون مالية تكملي منتصف السنة الحالية لأحداث تعديلات ومراجعات على القانون تقرير أمريكي يتحدث عن تراجع عائدات الجزائر من النفط بثمانية ملايير دولار سنة 2014 وتوقعات بتراجع إيرادات دول أوبيك إلى النصف سنة 2015 إضافة إلى مواضيع وأخبار اقتصادية متفرقة تحبت الحكومة سنة 2014 نسبة 26% من صندوق ضبط الإرادات أي ما يفوق ربع مدخرات الصندوق لسد عجز الخزينة العمومية هذا الصندوق الذي خصص في السنوات الأولى لإنشائه سنة 2020 لتسديد الديون الخارجية لجزائر لكن وعوض ادخار مداخله لصالح أجيال المستقبل بعد تسديد كامل للديون إلا أنه وجه ابتداء من 2006 لتمويل عجز الميزانية التي وصلت حتى نهاية 2014 ما مجموعه 11.68 مليار دينار يصرف منه كل سنة بوتيرة متفاوتة حسب العجز عكس السناديق السيادية في دول أخرى التي تحدد اقتطاعاتها بنسبة ضئيلة جدا حفاظا على مداخلها للأجيال الصاعدة يشهد صندوق ضبط الإرادات مستوى استهلاك لافت حيث أفادت مديرية التنبؤ والسياسات في وزارة المالية أن الاتفاع المتزايد لعجز الميزانية خلال السنوات الأخيرة رفع بشكل لافت قيمة الأموال المسحوبة من صندوق ضبط الإرادات التي وصلت 2965 مليار دينار سنة 2014 مقابل 2132 مليار في 2013 بارتفاع بنسبة 39% وهو ما يمثل أعلى مستوى من الأموال المسحوبة منذ عام 2000 وأتوجه هذه الأموال عادة لتمويل عجز الخزينة العمومية الذي قارب 2965 مليار دينار سنة 2014 لتنخفض بذلك أموال الصندوق في نهاية 2014 بنسبة 26% أي من 5563 مليار دينار نهاية 2013 إلى 4408 مليار دينار سنة 2014 هذا اللجوء المتكرر إلى صندوق ضبط الإرادات يصحبه تراجع في عائدات الجباية البترولية التي بلغت 3388 مليار دينار في 2014 مقابل 3678 مليار دينار سنة 2013 وقد قام الصندوق بتمويل عجز الخزينة العمومية ب91 مليار دينار سنة 2006 ليرتفع خلال السنوات الاحقة وصولا إلى 2965 مليار دينار في 2014 مرتفعا بأكثر من 30 مرة خلال أقل من 10 سنوات ويتوقع انهيار محسوس في مداخل صندوق ضبط الإرادات بفعل تراجع أسعار النفط حيث يتدخر الصندوق الضرائب المفروضة على الفارق بين متوسط السعر الحقيقي للبترول في السوق الدولية وبين السعر المرجعي المعتمد في أعداد ميزانية المحدد ب37 دولارا للبرميل لن تمر أزمة انهيار أسعار المحروقات بسلام على الاقتصاد الوطني هذه السنة مثلما تطمئن الحكومة ويكفي للدلالة على ذلك اللجوء لأول مرة منذ سنتين إلى قانون مالية تكميلي قيل إن صيغته الأولية متوفرة على مستوى وزارة المالية قبل أن تعرض على وزارة المالية ومن ثم تحال إلى حكومة للمناقشة فما هي ترى القرارات والتدابير التي ستحاول الحكومة تمريرها من خلال هذا القانون التكميلي تتجه الحكومة إلى الاستنجاد بقانون مالية تكميلي منتصف السنة الحالية حسب تصريح الأخير للوزير الأول عبد المالك سلال بغية تقليص الإنفاق العمومي وحجم الواردات ويتوقع مراجعة السعر الحقيقي للبترول في ضبط الميزانية إذ أنه قدر في قانون المالية لهذه السنة بمائة دولار للبرميل بينما قد يخفض في القانون التكميلي إلى مستوى خمسين إلى ستين دولار للبرميل ويستبعد أن يمس القانون التكميلي بالمستوى الحالي للنفقات على اعتبار أن الميزانية مبنية على سعر مرجعي أدنى من سعر النفط في الأسواق العالمية حاليا إذ يقدر السعر المرجعي بسبع وثلاثين دولار للبرميل الواحد من النفط بينما يتروح السعر الحالي بين خمسين إلى خمس وخمسين دولار للبرميل ومن أهم الإجراءات أيضا التي سيتطرق إليها مشروع قانون المالية التكميلي المنتظر صدوره شهر جوان مراجعة سعر الصرف المقدر في قانون المالية الحالية بالتسع وسبعين دينارا للدولار الواحد والذي ارتفع سعره في السوق المصرفي حاليا إلى سبع وتسعين دينارا للدولار الواحد يتوقع أيضا أن يتضمن مشروع قانون المالية التكميلي عددا من التدابير المتعلقة بالتحصيل الجبائي التي تتخذ عادة لرفع مداخل الخزينة العمومية وكذا ضبط التجارة الخارجية بغية تقليص الواردات بكر تقرين صادر عن إدارة معلومة الطاقة الأمريكية أن الجزائر من بين أكثر الدول تأثرا باستمرار تراجع أسعار النفط رفقة فينزويلا وروسيا أنغولا ونيجيريا بعد أن تراجعت عائدة النفط في الجزائر إلى 48 مليار دولار سنة 2014 بفارق 8 ملايير دولار عن سنة 2013 وذلك وسط توقعات بتراجع إرادات دول أوباك إلى قرابة النصف في 2015 أي بتراجع عائدة الجزائر إلى 23 مليار دولار نهاية السنة الجارية المزيد في هذه الورقة قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن عائدات الجزائر من النفط تراجعت من 56 مليار دولار سنة 2013 إلى 48 مليار دولار سنة 2014 بفارق 8 ملايير دولار أي بنسبة 16.6% عن العام الماضي بينما تراجعت مداخل دول منظمة أوباك مجتمعة من 824 مليار دولار سنة 2013 إلى 730 مليار دولار سنة 2014 أي بنسبة وصلت 11% وأضاف تقرير الإدارة الأمريكية أن الجزائر لم تحصل من عائدات النفط خلال شهرين جونفي وفيفري الماضيين سوى على 4 ملايير دولار حسب التقرير نفسه وهو ما جعل الإدارة تتوقع عموما تراجع إيرادات الصادرات النفطية للدول الأعضاء في منظمة أوباك باستثناء إيران بنسبة 48% في عام 2015 مقارنة بعام 2014 لتصل إلى 380 مليار دولار وذلك بسبب تقديرات من خفاض مستوى سعر النفط خلال العام الجاري وكذا بسبب انخفاض صافي الصادرات لتعاود بعد ذلك الاتفاع سنة 2016 مع التعافي الجزئي المتوقع في أسعار النفط مقال صحفي لجريدة الوطن بيّن أن شقق التي من المفروض أن يستفيد منها دوي الدخل المحدود في الحقيقة يستفيد منها سماصرة يبيعونها بأسعر خيالي نستضيف في هذا الموضوع الأستاذ بدروني والذي هو نائب رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ بدروني السلام عليكم ورحمة الله كيف تفسرنا ظاهرة بيع المساكن الاجتماعية من طرف بعض إطارات مديرية السكن وكذا موظفي الديوان الوطني للتنمية العقارية في مخصص سؤالتكم وردنا عليه أنا أخفيكم سرعة أنه لم يعد ونقول الحقيقة أنه لم يعد بإمكان مديريات السكن وموظيفي ودووين ترقية تسير عقاري توزيع السكنات فهذه السلطة توزيع السكنات يعني أسندت إلى لجان الدوائر وليس إلى دووين ترقية والسكنات العقاري السكنات الاجتماعية أو السكنات التسهمية يعني توزيعها منطن حصلا برجان الدوائر ولكن من حيث تسيير هذه هي الهيئات والمؤسسات والمؤسسات العمومية التي تقوم بتسيير هذا النوع من السكن الاجتماعي والبزنسة في السكنات الاجتماعية والتسهمية يقع على مستويات متعددة يعني اتداء من اللجان المحلية للتوزيع وتدخلات التي تأتي خارج عن هذه اللجان يعني بأمر من سلطات العليا من أشخاص نابدين في السلطة هي التي تحول وجهة هذه السكنات الاجتماعية عن مستحقها وتمنح لأشخاص بالنظر إلى القانون غير مؤهلين للإستفادة من هذا النوع من السكن السكن الاجتماعي أو السكن الاجتماعي التساهمي وبالتالي فالموظفي دواوين ترقية والسير العقاري وإطارات مديرية السكن أو موظفي البلدية والدوائر هؤلاء جميعا ما هم إلا الحلقة الضعيفة في سلسلة البزنسة بهذا النوع من السكنات وهم ربما يعني يستعملون بعض النفو تحعم في التدخل لدى السلطات المحلية السلطات المكلفة واللجان أعضاء اللجان المكلفة بتوزيع عن النوع من السكنات لإدماج هذا أو لأفضيل هذا في ملحه لسكن اجتماعي إيجاري أو سكن اجتماعي أساهمي باقي المواضيع الاقتصادية تأتيكم موجزة نناقش فيها مدى قدرة الحكومة على مواجهة الارتفاع المحسوس في عدد السكان المختصرات تتناول أيضا مطالبة مستعمل الطريق الصيار بدفع إيطاوات مكلفة ابتداء من شهر فيفرية المقبل فهل سيدفع مستعمل الطريق ثمن ما تخلل سفقات إنجاز الطريق من فساد ورشاوي وأخيرا نستعرض فيه تقريرا يصنف دول العالم من حيث مرونة الممارسة التجارية فما محل الجزائر يا ترى من هذا الترتيب أثارت إحصائيات ديوان الوطني للإحصائيات حول النمو الديمغرافية حول ارتفاع عدد سكان الجزائر إلى أكثر من 39 مليون نسمة في الفاتح من جنوبي 2015 بنسبة 2.15% مقارنة بسنة 2013 أي بمعدل مليون مولود جديد كل سنة أثارت هذه الإحصائيات تساؤلات حول قدرة الحكومة على مواجهة هذا النمو الديمغرافية بنمو اقتصادي موازن ضمان الأمن القدائي لـ 40 مليون نسمة بموارد مالية أقل في بلد مصدر دخله الوحيد هو المحروقات يبدو معادلة صعبة خاصة وعنت إعداد السكان الذين تحدثوا عنها يرتفع سنة بعد أخرى بمعدل مليون نسمة سنويا حسب تقرير ديوان الوطني للإحصائيات فارتفاع عدد السكان يستلزم زيادة الدعم الحكومي مما يصعب على الحكومة تحمل هذه العباء خاصة في ظل اختلال توازن من حيث الكثافة السكانية مثال ذلك ارتفاع كثافة السكان في المناطق الداخلية بين عامي 98 و2008 من 12 نسمة إلى 14 نسمة في الكيلومتر الواحد ومن 244 إلى 274 نسمة في المدن الساحلية ويرى خبراء أن الحكومة مطالبة بمضاعفة الناتج الداخلي الخام ومضاعفة مناصب الشغل لأكثر من 18 مليون نسمة من الفئة الناشطة في أفاق 2020 وذلك من أجل الاستجابة للطلب المتزايد المصاحب لعدد السكان خاصة في ظل تراجع عائدات المحروقات التي قد تنضب بحلول عام 2037 حسب الوزير الأول بل قبل ذلك بحلول عام 2030 حسب وزير الطاقة سيضطر المواطنون الذين يستعملون طريق السيار شرق غرب إلى دفع إتاوات عند دخوله لم تحدد قيمتها بعد حسب وزير الأشغال العمومية عبدالقادر قاضي الذي توقع استلام مراكز الدفع بطريق السيار شرق غرب خلال شهر فيفري من العام المقبل ويترقبوا حسب ما أشار إليه الوزير ضمنيا فرض إتاوات مرتفعة على مستعملية طريق السيار بالنظر إلى ما كلفه الطريق من ميزانية ضخمة ليتحمل بذلك المواطنون ارتفاع تكلفة الطريق من 7 ملايير دولار إلى 13 مليار دولار أو يزيد وقد استغرب معلقون فرض إتاوات على مستعملية الطريق في ظل تدهور أجزاء عدة منه وهو ما اعتبره الوزير أمرا طبيعيا يحتم إعادة ترميمه وسخر له نحو 9000 مليار سنتيم أعزاء المشاهدين ينتهي عدد هذا الأسبوع من الموعد الاقتصادي يمكنكم مشاهدة هذه الحلقة وحلقات سابقة من البرنامج على موقعنا على الانترنت رشد تيفي يمكنكم أيضا مراسلتنا باقتراحاتكم ومراحظتكم عبر البريد الإلكتروني برنامج على أمل لقائكم في العدد القادم إن شاء الله ثبت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة